شايفين يا جدعان لون الشات ازاي تغير؟ السلام عليكم و اهلا بكم انا عزيزو و في الفيديو ده هنتكلم معاكم عن الجليتش او معرفش ان اللي بيحصل في الليابة ده بس ازاي تقدر تغير الشات بطريقة جوه لعب الكلاشو في كلانز طبعا زي ما انتم شايفين مثلا فيه ناس بدأت تعمل اهو مثلا عندي ناس في العضاء وانا بدأت تعملها كتاب بالأحمر والأقدر فهنعمل فيديو سريع ازاي تقدر تغير الشات بطريقة سهلة خالص اتقول كل اللي عليك ان انت تفتح المسج بتاع الشات وهديك انا اكواد انه طبعا نشكر العضو احمد جعفر انه هو ساعدة بعتلينا الاكواد دي فانت بتاخد الكود ده و تحطه في الشات هنا و زي ما انتم شايف بتشيل الكلمة الناسما ده تدول لون اللحمر فانت بتشيل كلمة اللحمر دي مثلا و بتكتب اي كلمة مثلا اي كلمة مثلا اكتب زيزو مثلا فيروح مثلا بتحت شايفين هو مثلا كتب زيزو بالأحمر ناخد كلمة اغدر ده مثلا وإنج AssY V Educate ف選ب lájqdjqdjqdjqcdjqcdjqdjqdjqdcdjqdxdjqdjqdjgjqdjkdjqdjqdjqdjqdjqdjqdjqdjqdjqdjqd طبعا فيه الوان كتير اصفر وسماوي وازرق ممكن يجرب برضو لازرق خلاص اخر واحد انا مش عايز الفيديو يبقى طويل عشان الناس بس تفهم بالفكرة ان انت بتحط الكود ده بتنسخه في الشات وبتكتب الكلمة في النص اللي انت عايزة مسلا تكتب لي هو سماوي بس الفكرة ان انت لو كتبت دلوقتي مسلا رجعت كتبت تاني مسلا اي كلمة عادي من غير الكود ده هتنزل عادي جدا بالخط بتاع اللقابة خالص من غير من غير اي الوان فانت لازم في كل مرة للاسف تكتب الكود معرفش ان مكان الموضوع ده هيفضل موجود على طول هل ده جليتش ولا لعبة هتزموت الراقة طبعا الاكواد دي انا اسبها تحت في الكومنتيات تحت الفيديو عشان اي حد عايز يستخدمها او ينسخها ده كان الفيديو ما تنسوا لاش من استبترايب واللايك شكرا سلام عليكم